حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هانئي عثمان عن حميضة بنتيان عن يسيرة أكبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكذير والتخديث والسهيل وأن يعقبن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن حبيب عن عبد الله بن عمرهن قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقب التسفير قال ابن قدامة بيلينه حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريم عن ابن عطاء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكانت مها برة فحولت مها فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال لم تذاري في مصلاك هذا قالت نعم قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بما قلت لو زنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة قال 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 أبو در يا رسول الله ذهب أصحاب الجذور بالأجور يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا در ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك قال بلى يا رسول الله قال تكبر الله عز وجل دبر كل طلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر حدثنا مصدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب ابن رافع عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الطلاة فأملاها المغيرة عليك وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حدثنا محمد بن عيشة قال حدثنا ابن علية عن الحجاج ابن أبي عثمان عن أبي الزبير قال سمعت عبدالله ابن الزبير على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الطلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلطين له الدين ولو كره الكافرون أهل النعمة والقضي والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلطين له الدين ولو كره الكافرون حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن حشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبدالله ابن الزبير يهلل في دبر كل صلاة فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه ولا حول ولا قوة إلا بلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وساق بقية الحديث حدثنا مسدد وسليمانه داوود العتكي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمع قال سمعت داوود القفاوية قال حدثني أبو مسلم المجلي عن زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال تليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأكلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر أكبر اللهم نور السماوات والأرض قال سليمان بن داوود رب السماوات والأرض الله أكبر أكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر أكبر حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عميه الناجشون بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرق عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الطلاف قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن مرر عن عبد الله بن الحارف عن قليف بن قي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رب أعيني ولا تعن عليه وانصرني ولا تنصر عليه وامكرني ولا تنصر عليه واهدني ويستر هدايا إليه وانصرني على من بغى عليه اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مقبتا أو منيبا رب تقبل توبتي واغتل حوبتي وأجد دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن كثير قال سنعت عمر بن مرة بإسناده ومعناه قال ويستر الهدى إليه ولم يقل هداهي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد من حداء عن عبد الله بن حاد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك سياد الجلال والإكرام قال أبو داود سمع ففيان من عمر بن مرة قالوا ثمانية عشر حديثا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاةه استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم فذكر معنا حديث عائشة رضي الله عنه حدثنا النفيري حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا عثمان بن واقض العمري عن أبي مصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة حدثنا سليمان بن حرب ومتدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال مسدد في حديث وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن ناسع عن ابن عمر قال إن كنا لنعز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتبعني إنك أنت الزواب حدثنا موسى بن أسماعيل حدثنا حفظ بن عمر بن مرة تشمي حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت ذلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحر حدثنا هشام بن عمر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن مصعب حدثنا محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبي أنه حدث عن ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتفر حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد وحدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن سهيب قال سأل قصادة أنثا أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وزاد زياد وكان أنث إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعائها فيها حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهد بن حني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشا حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانس عن عثمان بن المغيرة في الثقافي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أثناء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينتعن وإذا حدثني أحد من أصحاب استحلفته فإذا حلف لي صدقت قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحفن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله لك ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميثرة حدثنا عبد الله بن يزيد المقر حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن السناب عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واوصى بذلك معاذ السنابسي وأوصى بي السنابسي أبا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سلمة المراذي حدثنا ابن وهو عن اللي بن سعد أن حنين بن أبي حسين حدثه عن علي بن رباح المسني عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبرة حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا قال قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعرية قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة تبر الناس ورفعوا أصواتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أخم ولا غائب إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناف ركابكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ألا أدوك على تنزل من كنوز الجنة فقل وما هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية جعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائب ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معنا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاقم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها أن اربعوا على أنفسكم حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو حسين غيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي الجنفي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال ربيث بالله ربا وبالإسلام هنا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة حدثنا سليمان بن داوود العسكي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن حبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر حدثنا الحسين بن علي حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعة الصمعاني عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكفروا علي من الصلاة فيه فإن صلاةكم معروضة عليه قال قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمه قال يقولون بلي قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجتاد الأنبياء صلى الله عليه حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أدمكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم قال أبو داود هذا الحديث متصف عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابر حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانث عن الأسود بن قيس عن نبيح العنز عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجي حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا نضر بن شميل أخبرنا موسى بن ثروان حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريب حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دع الرجل لأخيه بغفر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن العار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغاء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام من دستوائي عن نحيا عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن حتاذ عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدث أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى وحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال حدثني محمد بن المنكز أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة كما يعلمون السورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليرتع ركعتين من غير الفريضة وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذوك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينك الذي يريد خير خير لي في ديني ومعاشي ومعاتي وعاقبة أمري فاقدره لي ويستره لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به أو قال في عاجل أمري وآجله قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جاب حدثنا عطمار بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاء عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر حدثنا نسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنث ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل والجبن والبخل والهرارة وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماء حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك قال كنت أخزم النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسمعه كثيرا يقول اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحذن وطلع الزين وغلب الرجال وذكر بعض ما ذكره القيم حدثنا القعنبي عن نالك عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجان وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماء حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعداب النار ومن شر الغنى والفق حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم حدثنا ابن عوف حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينا عن ابن عمر قال كان من دعاء أقول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك وفجاءة نقمة وجميع صحف حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية حدثنا ببارة بن عبد الله بن أبي السليف عن دويد بن نافع حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشخاق والنفاق وسوء الأخلاق حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نف لا تشبع ومن دعاء لا يسمع حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا المعتمر قال قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من خلاة لا تنفع وذكر دعاء آخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن أوفل من أشجع قال سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن عبد الله بن زبيع وحدثنا أحمد حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبد عن شتير بن شكل عن أبيه في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمي دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بطري ومن شر لتاني ومن شر قلبي ومن شر مني حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من الترد وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبر الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مطبرا وأعوذ بك أن أموت لذيرا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا حماد أخبرنا قساد عن أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرق والجنون والجدام ومن سيء الأفقار حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني أخبرنا غسان بن عوف أخبرنا الجريري عن أبي نبر عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو بعجل من الأمصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لأراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وجنون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت البدا يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أنتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العج والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني حدثنا قسيدة بن سعيد استخافي حدثنا ليس عن عقيل عن الزبري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عجبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب قال عمر بن سطار لأبي بك كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عقم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والذكاة فإن الذكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخصاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقسال قال فعرحت أنه الحق قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زهري بإسنانه وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناق قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر وزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناق وروا عن بسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناق حدثنا ابن السر وسليمان ابن داود قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمر بن يحيى الماذني عن أبيه قال سنة أبا تعيز الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذوذ صدقة وليس فيما دون خمس أواء صدقة وليس فيما دون خمسة أوتق صدقة حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمر بن مرة الجملي عن أبي المختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوتق زكاة والوسق ستون مختومة قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون طاعا مختوما بالحجاج حدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا فرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكية قال قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيب إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال لرجل أوجدتم في كل أربعين جرهما جرهما ومن كل كذا وكذا شاثا شاء ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعن من أخذتم هذا أخذتموه عنه وأخذناه عن مبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن ثمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبرنا أن نخرج الصدق من الذي نعد للبي حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعد المعنى أن خالد بن الحارف حدثهم حدثنا حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جنده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من دهر فقال لها أتعطين زكاة هذا قال لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هما لله عز وجل ولرسوله حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قال كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى ذكاته فذكي فليس بكم حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمر بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمر بن عطاء أخضر عن عبد الله بن شداد بن الهات أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين ذكاتهم قلت لا أو ما شاء الله قال هو حفك من النار حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاسم قيل لسفيان كيف تزكي قال تضمه إلى غيره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن ثلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن ثل فوقها فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذوز شاه فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاب إلى أن تبلغ خمس وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاب فابن لبون ذكر فإذا بلغت ختا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ختا واربعين ففيها حقة طرقة الفحر إلى ستين فإذا بلغت إحدى وثتين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وثلاثين ففيها حقثين طرقتا الفحر إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائب الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منت وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتانة أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منت ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده ابن تلبون فإنها تقبل قال أبو داود منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحبه ويجعل معها شاتين إن استيسرتانة أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منت قال أبو داود إلى ها هنا ثم أبقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابن تلبون وليس عنده إلا بنت مخاب فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن تلبون وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبدغ مئتين فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبدغ ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شات شاء ولا يؤخذ في الصدقة هلمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ ثائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن صفيان بن حسين عن الزهري عن سالة عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة صدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيثه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين ابنة مقاب إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتان لبون إلى تسين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاتا شاة إلى عشرين ومئة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين فإن زادت واحدة على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين قال وقال الظهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثناثا ثلثا شرارا وثلثا سيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الظهري البقر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الوافقي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعنى قال فإن لم تكن ابنة مخاف فابن لبون ولم يذكر كلام الظهري حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاد قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاد أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وتالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 ومئة فإذا كانت 30 ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 ومئة فإذا كانت 40 ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 ومئة فإذا كانت 50 ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ 59 ومئة فإذا كانت 60 ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ 69 ومئة فإذا كانت 70 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 ومئة فإذا كانت 80 ومئة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ 89 ومئة فإذا كانت 90 ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 ومئة ومئة فإذا كانت مئة ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذة وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يأخذ في الصدقة هلمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيث الغنم إلا أن يشاء المصدق حدثنا عبد الله كمسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون شاكا فإذا أظلهم المصدق جمعوها لألا يكون فيها إلا شاك ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئة شاك وشاك فيكون عليهما فيها ثلاث شياك فإذا أظلهم المصدق فالرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاك فهذا الذي سمعت في ذلك حدثنا عبد الله بن محمد النفيني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن بمرة وعن الحارف الأعوى عن علي رضي الله عنه قال غهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة درهم فما زادت فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاكا شاك فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العواني شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاب فإن لم تكن بنت مخاب فابن لبون ذكر إلى خمس وتلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسين ففيها حقتان طروقتاء الجمل إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق فشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيث إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاب ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وثم آخر عن أبي إسحاف عن عاطم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مئتا جرهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نفف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقير فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة زراف قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانث ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال أبو داود وروا حديث النفيدي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أو قفوه على علي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم وحدثنا محمد بن العلاء وأخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا لها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء حدثنا النكيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي والي عن معاذ أن نبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعاكر كياب تكون باليمن حدثنا عثمان بن أبي شيبة ونفيلي وابن المثنة قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسوق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروح عن معاذ جبر قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر في يابا تكون في اليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانث ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروح قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله حدثنا مصدد حدثنا أبو عوانث عن هلال بن خباب عن ميثرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أكبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه في نترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوما قال قلت يا أبا طالح ما الكوما قال عظيمة السنان قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني أخذها وأخاف أن يجد علي رفول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلي قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن ثويد بن غفرة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راض على من حدثنا الحسن بن علي حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكري عن عمر بن أبي سفيان الجمحين عن مسلم بن سفنة اليشكري قال قال الحسن روح يقول مسلم بن فعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أبي بعثني إلي يعني لأصدقك قال ابن أخي وأي نحو تأخذون قلت نخسار حتى إن نتبين ضعوع الغنى قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إي غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك جؤدي صدقة غنم فقلت ما علي فيها فقالا شاثا فأعمد إلى شاث قد عرفت مكانها ممتلئة محضى وشحمة فأخرجتها إليه فقالا هذه شاث الشافع وقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلتوا فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق معطاق والمعطاق التي لم تلت ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناويناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكرياء قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحار بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع الذي في بطنها الولد قال أبو داود وقأت في كتاب عبد الله بن سالم بحنس عند آل عم بن الحارف الحنسي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغابري من غابرة قي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يؤمن هرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة المئمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاء قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمر بن حز عن أبي بن كعب قال بعد أني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل لما جمع لي ما له لم أجد عليه فيه إلا ابنة مقاب وخذ له أد ابنة مقاب فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا بح ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فخلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فاعرض عليه ما عربت عليه فقال فإن قبله منك قبيلته وإن غده عليك رددت قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بناقة التي عرض عليك حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قطر قبله فجمعت له مالي وذعر أن ما علي فيه إذنة مخاب وذلك ما لا لبن فيه ولا ضر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليك وها هي ذي قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليه فإن تطوعت بخير فاجرت الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخل من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن وزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتعد في الصدق كمانعها حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصافية قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا وقال لا حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أفحار الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشير بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عسل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام ذكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد وحدثنا عثمان بن أبي شيدا حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العرفي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمون قال فقال أرضو مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمون قال أرضو مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم قال أبو كامل في حديثة قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما تنات هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راب حدثنا حقس بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مر عن عبد الله بن أبي أوفل قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفل حدثنا ختيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تأخذ صدقاتهم إلا في دورهم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في موابعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأخصى مواضع أصحاب الصدق فتجنب إليه ولكن تأخذ في موضعه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرث في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقته حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياب قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيض الله عن رجل عن مكحول عن عراق بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخير والرقيق ذكاة إلا ذكاة الفطر في الرقيق حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في إفرته صدر حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي حدثنا عبد الله بن وهر أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالب بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سخت السماء والأنهار والعيون أو كان بعد العشق وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشق حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهر أخبرني عمر عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سخت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال وكيع البعل الكبوت الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياسن الأسدية عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال مطر بن شميل البعل ماء المطر حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن معاذ ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر قال أبو داود شبرت قساءة بمصر ثلاثة عشر شبرى ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عزلي حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن عمر بن الحارف المصري عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحني له واديا يقال له سلفا فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبة وإلا فإنما هو بباب غيث يأكله من يشاء حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المغيرة ونتبه إلى عبد الرحمن بن الحارف المخلومي قال حدثني أبي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقافي قال وكان يحمي لهم واديين ذاذا فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديين حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن بطن من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم حدثنا عبد العزيد بن السري الماقض حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاء عن الزهرية عن تعيد بن المسيد عن عساب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرص العنق كما يقرص النخل وتأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ زكاة النخل ثم حدثنا محمد بن إسحاء المسيدين حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعنى قال أبو داود سعيد لم يسمع من عساب شيء حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حسمة إلى مجلس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرطتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلثة فدعوا عب قال أبو داود الخارث يدع الثلثة للصرف حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ويخرط النسل حين يقيم قبل أن يؤكلم حدثنا محمد بن يحيى بن فارق حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال زهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري حدثنا نصر بن عاطم الأنطاكي حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عليب عن كثير بن مر عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عطا وقد علق رجل قنا حشف قطعنا بالعطا في ذلك الخن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حدثنا محمود بن خالد دمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني كان شيخ صط كان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن مكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر طفرة للصائم من اللجو والرفة وطعمة للمتاكين من أدها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافة عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان طاع من ثمر أو طاع من شعي على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جعطم حدثنا إسماعيل بن جعطر عن عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر قال قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه عبد الله العمري وعن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين حدثنا أسدد أن يحيى بن سعيد وبشرى بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تم على الصغير والجبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو داود قال فيه أيوب عبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تم أو ثلث أو ذريب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع الحنطة ما كان صاع من تلك الأشياء حدثنا مسدد وسليمان بن داود العكتي قالا حدثنا حماج عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعجل الناس بعد استصاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوذ أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي تعيد الخدري قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو منذوب صاعا من طعام أو صاعا من أقص أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجة أو معتمرة فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من ثم فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه أبو عليت وعبت وغيره عن ابن إسحافة عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن هزام عن عياض عن أبي سعيد بمعنى وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من سنطق وليس بمحكور حدثنا محدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحيث قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن عيد بن أسلام عن حياض عن أبي سعيد نصف صاع من جر وهو وثم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه حدثنا حامد بن يحيا أصبرنا سفيان وحدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن عجلال سمع عياضا قال سمعت لأبا سعيد القدرية يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نفرج على عهد رسول الله صاع تمر أو شعير أو أطط أو زبيب هذا حديث يحيا زاد سفيانا أو صاعا مندقي قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيي حدثنا مسدد وسليمان بن داود العككي قال حدثنا حمناد بن زيد عن نعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن حبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل إثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى زاد سليمان في حديث غني أو فقير حدثنا علي بن الحسن الدراب الجردي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا همام حدثنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن يحيا الميسابوري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيا هو بكر بن وائل ابن داود ان الزهرية حدثهم عن عبدالله ابن فعلبة ابن فعي عن ابيه قال قام رفول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة فامر بصدقة الفضل صاع تمر او صاع شعي عن كل رأس زاد علي في حديث او صاع بر او قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعب حدثنا احمد ابن صالح حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاد قال عبدالله ابن فعلبة قال ابن صالح قال العدوي وانما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المات قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرد حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا سهل ابن يوسف قال حميد اخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله في اخر رمضان على منبر البصرة فقال اخرجوا صدقة قومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال منها هنا من اهل المدينة اوموا الى اسوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة طاعا من تمر او شعير او مصطاع من قمح على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير فلم نها قدم علي رضي الله عنه رأى رقصة السعر قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صار حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابي الزنات عن الاعرج عن ابي هريرة قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم عمر من الخصاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد ابن الوليد فانكم تظلمون خالدا فقد احترث ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تهي علي ومثلها ثم قال اما شعرت ان عمر الرجل صنو الاب او صنو ابيه حدثنا تعيف ابن منصور حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج ان دينار عن الحكم عن حجية عن علي ان العباد فأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك قال مرة فأدن له في ذلك قال ابو داود روى هذا الحديثه شيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه شيم حدثنا نصر بن علي اخبرنا ابي اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن ابي انا زيادا او بعضا امراء بعث عمران بن حسين على الصدقة فلما رجع قال لعمران اين الماء قال ولمال ارسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او خدوش او خدوح في وجهه فقال يا رسول الله وما لنه قال خمسون درهم او قيمتها من الذهب قال يحيى فقال عبد الله بن عطمان لسفيان شفري ان شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان حدثناه زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واثلي ببقيع الارقد فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيه فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لتعطي من شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي يغضب علي ان لا اجد ما اعطيه من سأل منكم وله اوقية او عدها فقد سأل الحافا قال الاسدي فقلت للقحة لنا خير من اوقية والاوقية اربعون درهمة قال فرجعت ولم اسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه او كما قال حتى اغنان الله عز وجل قال ابو داود هكذا رواه التوري كما قال مال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من اوقية قال هشام خير من اربعين درهم فرجعت فلم اسأله شيئا زاد هشام في حديثه وكانت الاوقية على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين درهم حدثنا عبد الله بن محمد بن فيدي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن مهاجة عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السلولي حدثنا سهل بن حنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حسن والاقرع بن حابة فسأله فأمر لهما بما سأله وأمر معاوية فكتب لهما بما سأله فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمث فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأل وعنده ما يغنيه فإنما يتكتر من النار وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قده ما يغنيه ويعشيه وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألقاب التي ذكرت حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرم أنه سمع زياد بن الحارف الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلة قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حرحة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة طالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يحقنون به فيعقوله حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل هل معنا؟ قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن زهير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حاجته ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتفضق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعلاء المحروم من كلام الزهر وهو أطف حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيان نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفض فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حب فيها لغني ولا لقوي مكتسد حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختومي حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن غيحان بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية قال أبو داود رواه كفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه ثوبة عن سعد قال لذي مرة قوي والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوية وقال عطاء بن زهير أنه لقي عبد الله بن عمر فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوية حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن غيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بمالك أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد غزار أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي تعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود ورواه ابن عيلة عن زيد كما قال مالك ورواه التوري عن زيد قال حدثني أستبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عوحن الطائف حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران بارقي عن عطي عن أبي تعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعو قاله داود ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعير حدثني سعيد بن عبيد الصائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حسنة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصار الذي قتل بخير حدثنا حفق بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزار عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء أترى إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال فحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يحيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أجداحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يحيب قواما من عيش أو قال تدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يحيب قواما من عيش أو تدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة تشت يأكلها فاحبها تشت حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيش بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بنا خلس نلبس بعض ونضخط بعض وقعض نشرب فيه من الماء قال اتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصار وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهله واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأته به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبئ ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مطقع أو لذي غرم مطقع أو لذي ذم موجع حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن غبيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثة فبسطنا أيدينا فبايعناك فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى من بايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد حدثنا عبيد الله كمعان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالي عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليدي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسعا من الصبر حدثنا مسجد حدثنا عبد الله بن داود وحدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناء لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أو شك الله له بالغناء إما بموت عاجل أو غنى عاجل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليت بن سعب عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراتي أن الفراتي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن كنت فائلا لا بد فاسأل الصالحين حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليت عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بكر بن سعيد عن ابن الساعدي قال سعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكن وتصدق حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعقف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائل قال ابو داود اختلف على ايوبا النافع في هذا الحديث قال عبد الوارد اليد العليا المتعقف وقال افحرهم عن حماد بن زيد عن ايوب اليد العليا المنفقة وقال واحد عن حماد المتعقف حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد التيني حدثني ابو الزعراء عن ابو الاحوط عن ابيه مالك بن نظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعطي الفضل ولا تعجز عن مسك حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزون فقال لأبي رافع اصحبني فانك تطيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن ختادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذها الا مخافة ان تكون صدقة حدثنا نصر بن علي اخبرنا ابي عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لو لا اني اخاف ان تكون صدقة لأكلته قال ابو داود رواه هشام عن قتادة هكذا حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاها اياه من الطبق حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيخ قالا حدثنا محمد هو ابن ابي عبيدة عن عبيث عن الاعمش عن كريب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه ذات ابي يبدلها لا حدثنا عمر بن مربوغ قال اخبرنا شعبة عن ختادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بنحن قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على دريرة فقال هو لها صدق ولنا هدية حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا ذهير حدثنا عبد الله بن عطا عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت تصدقت على امي بوليدة وانها مات وتركت ذلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراد حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن عاكم بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعده المعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عادية الدلو والقدر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وبهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مخزاره خمسين الف سنة مما تعطون ثم يرى تبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأضافها ليس فيها عقصاء ولا جرحا كلما مضت اخرها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مخزاره خمسين الف سنة مما تعطون ثم يرى تبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بخفافها كلما مضت عليه اخرها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مخزاره خمسين الف سنة مما تعطون ثم يرى تبيله اما الى الجنة واما الى النار حدثنا جعفر ابن مسافر حدثنا ابن ابي فديك عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في حصة الابل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها حدثنا الحسن ابن علي حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا شعبة عن قسادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الابل قال تعطي الكريمة وتمنح الغذيرة وتفكر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن حدثنا يحيث مخلث حدثنا ابو عاطم عن ابن جريج قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل فذكر نحوه زادت وإعارة دلها حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلم عن محمد بن اسحاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واتع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جات عشرة أوثق من الثم بقنو يعلق في المسجد للمساكين حدثنا محمد بن عبد الله الحزاعي وموسى بن اسماعي قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخضري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ضخ فليعد به على من لا ضخ له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ضمننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إياث عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكندون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أقحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفعد الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر ثم قال له ألا أكبرك بخير ما يكند المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها فرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيلي حدثني يعلى بن أبي يحيى عن طاقمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت كثيرا عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن ابن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليه إن المسكين ليقوم على بابه فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا مفرقا فادفعيه إليه في يده حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها قال نعم فصلي أمك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن سيار بن منهور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بحيثة عن أبيها قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميطه فجعل يقبل وينتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال المأ قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكين فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إلي حدثنا أبو العباس القلوري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذن التميمي حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حدثنا عصنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتعاب بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاد عن محمود بن لبيت عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدق ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ثم أتاه من خلفه أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجفه بها فلو أطابته لأوجعت أو لعطرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستككنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا ما لك لا حاجة لنا به حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخضرية يقول دخل رجل للمسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له بثوبين ثم حتى على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال خذ ثوبا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي طالع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تفدق به عن ذكر غنى وابدأ بمن تعون حدثنا قسيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرمضي قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعبة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعون حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه قال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخصاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتفضق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنص مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهله قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسادقك إلى شيء أبدا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك قال ألماء حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيد والحسن عن سعيد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعيد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعيد ماتت فأي الصدقة أفضل قال ألماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعيد حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكابة حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن مبيع عن أبي سعيد الخضري عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من كمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ضمأ سقاه الله من الرحيق المستوح حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوذاعي عن حسانة عطية عن أبي كبشة السلوي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خطلة أعلى هن منيحة العنى ما يعمل رجل بخطلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنى من رد السلام وتشمية العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر قطلة حدثنا عثمان بن أبي شيفة ومحمد بن العلاء المعنى واحد قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن نفسه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفتدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينفق بعضهم أجر بعض حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبي عن بياد بن جبير بن حية عن تعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرافيت وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فقال الرطب تأكلنه وتهدينا قال أبو داود الرطب الفبز والبقل والرطب قال أبو داود وكذا رواه التوري عن يونس حدثنا الحسن بن عبي حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب دوجها من غير أمره فلها نصف أجره حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصفق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصفق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود هذا يضعف حديث همام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سابق عن أنس قال لما نزلت لن تنال بر حتى تنفقوا مما تطبون قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فغسمها بين حسانة ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن عمر بن زيد منات بني عديد ابن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيث بن عتيك بن زيد بن معاوية ابن عمر بن مالك بن النجار فعمر يجمع حسانة وأبا طلحة وأبي قال الأنصار بين أبي وأبي طلحة ستة آبا حدثنا من الناد بن السري عن عبدك عن محمد بن أسحاء عن بكير بن عبد الله بن الأشجر عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت لي جارية فأعطقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجري حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجت قال عندي آخر قال تصدق به على فادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وحب بن جابر الخيوان عن عبد الله بن عمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديث قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه ويمسأ في أثره فليقل رحيم حدثنا مسددا وأبو بكح بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن عبد الرحمن بن عوك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بثته حدثنا محمد بن المتوكل العفقلاني حدثنا عبد الزهري أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلم أن الرزاد اللي في أخبره عن عبد الرحمن بن عوك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحمه حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمر وفطر عن مجاه عن عبد الله بن عمر قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواقل بالمكافة ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وطلق حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن الحارف عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبطل فبخلوا وأمرهم بالقضيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجأ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثتني أسماء بنت أبي بكر قال قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبايع بيته أفأعقي منك قال أعقي ولا توفي فيوكى عليك حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تخفي فيحصى عليك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا يا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع فوجدت صوتا فقالا لي اطرحوا فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججته فمررت على النديد فسألت أبي ابن كعب فقال وجدت صرة فيها مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفتها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقال عرفتها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقال عرفتها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال اشفظ عددها وويكاءها ووعاءها فإن جاء طاحبها وإلا فاستمتع بها وقال ولا أدري أثلاسا قال عرفها أو مرة واحدة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعنى قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في ثلاث أو في ثلاث سنين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعنى قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة وقال عرف عددها ووعاءها وويكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها وويكاءها فادفعها إليه قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعي عن غيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعقافها ثم استنفق به فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالت الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالت الإبي فأضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حمرت وجنتها أو حمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها حدثنا إذن السرح حدثنا إذن وهب أخبرني مالك بإذنادي ومعنعه زاد ثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأشك بها ولم يذكر استنفق قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحمد بن سلم عن عبيعة مثلة لم يقولوا خذها حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم أبي النضر عن غسل بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليك وإلا فعرف عفاقها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليك حدثنا أحمد بن حفظ حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طغمان عن عباد بن إصحاء عن عبد الله بن يزيد عن عبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيع فقال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليك وإلا عرفت وكاءها وعفاظها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليك حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلم عن يحن بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاظها وعددها فادفعها إليك وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وهذه الزيازة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيب ويحيحن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاظها وكاءها فادفعها إليك ليست لمحفوظة فعرف عفاظها وكاءها وحديث عفاظة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني احطحان وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحداء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليك وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جديل عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن اكتمر المعلمة فقال من أصاب بفيه من بي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويهم جريم فبلغ ثمنا لجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن مقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني عمر بن شعيب بإثناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنف عن عمر بن شعيب بهذا الإثناده قال في ضالة الغنم لك أو لأسلك أو للذئب خذها وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمر بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها فخذها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهو عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رفق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتتهم رأة تنشب الدنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وخطع منه قيرا طيب فاشترى به لحظة حدثنا جعفر بن مسافر التنسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبرت أن علي بن أبي طالب من دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجور فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهود فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي أنت خسن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى أولاني الجزار فخذ لنا بجرهم لحمة فذهب فرهن الدينار بجرهم لحمة فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيه فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال كلوا بسم الله فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال فقط مني في الشوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أرسل إلي بالدينار وجرهمك علي فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي زبير المكي أنه حدث عن جادر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطى والصوط والحبل وأشفاهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي زبير عن جابر قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة أحتبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمر عن بكير عن يخي بن عبد الرحمن بن خاطب عن عبد الرحمن بن عثمان الثيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يذركها حتى يجدها صاحب قال ابن موهب عن عمر حدثنا عمر بن عون أخبرنا صالح عن أبي حيان الثيمي عن المندر بن جرير قال كنت مع جرير بالبواديد فجاء راعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هاده قال لحقت بالبقر لا نعري لمن هي فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأل الضالة إلا ضال حدثنا ذهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباث أن الأقرع عن حابث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع قال أبو داود هو أبو سنان زؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان حدثنا النبيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واحد ليسي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الفتح حدثنا قسيبة بن سعيد استقافي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلن امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل دو حرمة منها حدثنا عبد الله بن مسلمة والمفيري عن مالك وحدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيني عن أبيه رواه بن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريد حدثنا عثمان بن أبي شيب وهناد أن أبا معارية ووكيعا حدثاهم عن الأعمق عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فطاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو دوجها أو ابنها أو ذو محرم منها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن عافع أن ابن عمر كان يرجف مولاة ذا يقال لها صفية يسافر معه إلى مكة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن خيان الأحمر عن ابن جريد عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فأورة في الإسلام حدثنا أحمد بن فراس يعني أبا مسعود الرابي ومحمد بن عبد الله المصرم وهذا لقبه قال حدثنا شبابة عن ورطاء عن عمر بن بينار عن حكر عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بننا فأمروا بالتجارة إذا أطابوا من عرفات حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية محمد بن خاذ عن الحسن بن عمر عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيني وقال كنت رجلا أكري في هذا الوجه كان ناس يقولون لي إنه ليس لك حد فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناس يقولون لي إنه ليس لك حد فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن إذن ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حجا حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله ابن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرب فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيين عن إبراهيم بن عقبس عن كريم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحة فلقي ركبا فسلم عليهم قال من القوم فقال المسلمون فقال فمن أنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت مرأة فأخذت بعض صبي فأخرجته من محفتها قالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولكن أي حدثنا القاع نبي عن مالك وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبي قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال أحدهما ولأهل اليمن يلم وقال أحدهما الملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن كان يريد الحج والعمر ومن كان دون ذلك قال من طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها حدثنا هشام بن بغرام المدائني حدثنا المعافي ابن عمران عن أطلح يعني ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل العراق ذات عرق حدثنا أحمد ابن محمد ابن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد ابن أبي زياد عن محمد ابن علي ابن عبدالله ابن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقية حدثنا أحمد ابن طالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله ابن عبد الرحمن في يحنة عن يحيى ابن أبي سفيان الأحنفي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقطى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شكى عبد الله أيتهما أخار قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مك حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عسفة بن عبد الملك السهمي حدثني زغارة بن كريم أن الحارث بن عمر السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنا أو بعرفان وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قال نفست أثناء بنت عميث بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تختسل فته حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت قال أبو معمر في حديث حتى تتكر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدة قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يضوف بالبيت حدثنا محمد بن الصباح البلداز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا إذن وهو أخبرني يونس عن إشهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملفد حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن نافا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه لبد رأسه بالعفل حدثنا النخيبي حدثنا حدثنا محمد بن سلم حدثنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن المنهان حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجادة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدا عام الحديدية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة قضة قال أبن من هال برة من ذهب زاد النفيلي يغيغ بذلك المشركين حدثنا ابن السرش حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرت بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة حدثنا عمر بن عطان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاع عن يحيا عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن عثمر من نسائه بقرة بينهم حدثنا أبو الوليد الطيانسي وحفد عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حفثان عن ابن عرهات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بجل كليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من فطحة تناميها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بن علي ثم أسي براحلته فلما أقعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بأسبوعه قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيين عن زهرية عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما حديبية لما كان بجل كليفة قلد الهدية وأشعره وأحرم حدثنا هناذا حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدا حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيل قالوا محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاد بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها هدنة قال لا إن حرها إياها قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال فتلت قلائد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل حدثنا يزيد بن خالد الغمبي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن ليس ابن سعد حدثهم عن ابن شهاد عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا لما يجتنب المحرم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إذن عون عن القاطم ابن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولو تحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قال قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أفضح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أكل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة فقال اركبها وين في الثانية أو في الثالث حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سألت جاج ربنا عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبي عن ناجية الأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمت ثم خل بينه وبين الناس حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلانا للأسلمية وبعث معه بثمان عشرة بدا فقال أرأيت إن أذخف علي منها شيء قال تنحرها ثم تصبغن علىها في دمها ثم ضربها على فضحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك وقال في حديث عبد الوارد ثم اجعله على فضحتها مكان طربه قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإثناد والمعنى كفى حدثنا هاروح بن عبد الله حدثنا محمد ويعلى ابناء عبيل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاجد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى وهذا لقل إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحيد عن عبد الله بن قرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فرفقنا يزلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال قال من شاء استطع حدثنا محمد بن حاسم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندية قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوه أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردث علي رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبيع عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابق أن نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبيع قال كنت مع ابن عمر في ميناء فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عون أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جنودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاب قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبيعي قال قلت لعبد الله بن عبا يا أبا العبا عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجد فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلما صلى في مسجده بجن حليفة ركعته أو جب في مجلسه فأهل بالحج حين قرغ من ركعته فسمع ذلك منه أخوام فحافظته عنه ثم ركبت لما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أخوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أخوام فقالوا إنما أهل فين على على شرف البيداء وإيم الله لقد أوجب فيه مصلاة وأهل فين تقلت به ناقته وأهل فين على على شرف البيداء قال تعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباد أهل فيه مصلاة إذا فرغ من ركعتين حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجده الخليفة حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريف أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هنا يا ابن جريف قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السفية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروي فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السفية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعال التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكد عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين ثم بات بذي الخليفة حتى أطلح فلما ركب راحلته واستوت به أهل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا أشعة عن حفر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهره ثم ركب راحلته فلما على على جبل البيداء أهل حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاط قال قال سعد بن أبي وقاط كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج أشترق قال نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا سليمان بن خرب قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن عائشة أنها قال خرجنا مع ركول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهدال ذي الحجة لما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة قال نوسى في حديث وهي فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة وقال في حديث حمد بن سلم وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهج ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حدث فدخل علي ركول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكي قلت وددت أني لم أكن خرجت العام قال ارفضي عمغتك وانقضي رأتك وامتشفي قال موسى وأهلي بالحج وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطاقت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك قال أبو داود زاد موسى في حديث حمد بن سلم فلما كانت ليلة البطحة طهرت عائشة ربي الله عنها حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوما نحن حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني مالك عن أبي الأسود بإثناده مثله زاد فأما من أهل بعمرة فأحل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائط ولم أطف بالبي ولا بين الصفى والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأتك وامتشقي وأهلي بالحج ودعي العمر قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بك إلى التنعيم فأعتمر فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حل ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منه لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا قال أبو داود رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاد نحوه لم يذكروا طوافا الذين أهلوا بعمرة وطوافا الذين جمعوا الحج والعمرة حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبيه عن عائشة أنها قال لبينا بالحج حتى إذا كنا بصرف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبتل فقال ما يكيك يا عائشة فقلت فت ليتني لم أكن حجج فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فقال انسك المناتف كلها غير أن لا تطوفي بالبيت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهجب قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقر يوم النحر فلما كانت ليلة البطحاء وظهرت عائشة قالت يا رسول الله أترجع صواحي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت في العمر حدثنا عثمان بن أبي شيب حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا فقوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ثاق الهدي أن يحل فأحل من لم يكن ثاق الهدي حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث من الزهلي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن التهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فقت الهدي قال محمد أحسبه قال ولحللت مع الذين أحلوا من العمر قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا حدثنا قتيبة بن سعيد أحدثنا الليث عن أبي الزبيع عن جابري قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرد وأقبلت عائشة مهلة بعمره حتى إذا كانت بسرف عركة حتى إذا قدمنا قفنا بالكعبة وبالصفى والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هج قال فقلنا حل ماذا فقال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بطير ولبثنا سيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها سكت فقال ما شأنك قال شأني أني قد حدت وقد حللنا ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاختفلي ثم أهلي بالحج ففعل ووقفت المواقف حتى إذا طهرت صافت بالبيت وبالصفى والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف البيت فين حجك قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنين وذلك ليذة الحصة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جميعي قال أخبرني أبو الزبيب أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي حدثني من سمع عطاء ابن أبي رباح حدثني جابرا ابن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالقا لا يخالقه شيء غدنا مكة لأربع ليال فلونا من ذي الحجة رفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هجي لحدا ثم قام ثراقة ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم بالأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد قال الأوزاعي سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيف بن سعد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من جي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفى والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمره إلا من كان معه الحج فلما كان يوم التروية أهل بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفى والمروة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قديما من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلها عمره يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا أنا انطلق إلى منا وذكورنا تغطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي الأحلال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا النناس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطافة بالبيت وبالصطى والمروة فقد حل وهي عمر قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالقا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمر حدثنا الحسن بن شوفر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاه عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم صاف بالبيت وبين الصفى والمروة وقال ابن شوفر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ثاق الهدي أن يضوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل زاد ابن منيع في حديث أو يحلق ثم يحل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيث القراثاني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخن الهنائي خيوان بن خلبة ممن قرأ على أبي موسى الأشعر من أهل البصرة أن معاوية بن ألي سفيانة قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ذكوب جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هسيم أخبرنا إحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن طهيب وحميد الطويل عن أنف بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوث به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمر وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنثا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حدثنا يونث عن أبي إسحاء عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقيا فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فافمة رضي الله عنها قد لبست كيابا صبيحة وقد نضحت البيتة بنظوح فقال ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلم قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعك فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرد قال فقال لي انحر من البدن سبعا وتكتين أو ستا وتكتين وأمسك لنفك ثلاثا وتلاثين أو أربعا وتلاثين وأمسك لي من كل بدنة منها بطرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبيب بن معبد أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قدامة بن أعينة وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال صبي بن معبد كنت رجلا أعراهيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيب بن ثرمولة فقلت له يا هناء إني حريص على الجفاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما معه لما أتيت العليبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا فقال أحقهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيده قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعراهيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجفاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معه فقال لي عمر رضي الله عنه وديك لثنة نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا النفيلي وحدثنا نسكين عن الأوزاعي عن يخي بن أبي كثير عن أكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آث من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقيد وقال قل في هذا الواد المبارك وقال عمرة في حجة قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحي بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني الربيع بن ثبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعثان قال له سراقة ابن مالك المذلجي يا رسول الله اقبلنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفى والمروة فقد حل إلا من كان معه حدثنا عبد الوهاب بن نجسة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج حدثنا أبو بكل بن خلاد حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوز عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبر قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة لمشقص قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره حدثنا الحسن بن عاليد ومحلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوز عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة زاد الحسن في حديثه لحجته حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن ثالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمره إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمره ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهدى فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروة واليقصر واليحلل ثم ليبل بالحج واليهدى فمن لم يجد هدى فليطم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فسلم الركن أول شيء ثم خب سلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفى فطاف بالصفى والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حلل كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي حدثنا هلاد يعني ابن السريع عن ابن أبي ذائدة أصبرنا محمد بن إسحاء عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فتخها بعمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا النفيدي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارف بن بلال بن الحارف عن أبيه قال قلت يا رسول الله فاسخوا الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم رأة من خفعم تسفيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشفق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحل أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع حدثنا حقس بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن المعمال بن سالم عن عمر بن أود عن أبي رزين قال حق في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الضعن قال احجج عن أبيك وعتبر حدثنا إسحاف بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السريف قال معنا واحد قال إسحاف حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عوبة عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيت عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وتعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جاتب بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من التلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا حدثنا أرقى نبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن شام عن حلاد بن السائب الأنصر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقابة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غذونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكفر حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوف حدثنا أحمد بن حنبل قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رذمة أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا 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 وراء أخبرنا أخبرنا فرفق يضعبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع قال ابن أبي رزم فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام قال تمعت عطاء أخبرنا صفوانك يعلى بن عمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن جعران وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جب فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرك فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحية لما سري عنه قال أين السائل عن العمر قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبه عنك واصنع في عمرك ما صنعت في حجته حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهو شيم عن الحجاج عن عطاء عن طفوان بن يعلى عن أبيه بهذه قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك اخلع جبتك فخلعها من بأسه وساق الحجي حدثنا يزيد بن خارج بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعه ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحجي حدثنا أخوة بن مكرم حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حيث بن سعد يحدث عن عطاء عن طفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بالجارانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر يحيته ورأته وساق هذا الحجي حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن ثالث عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلي فمن لم يجد النعلي فليلبس الخفين وليقفعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تنبس القفادين قال أبو داود وقد روا هذا الحديث حاسم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن نوسى بن عقبة عن نافع على ما قال ليه ورواه موسى بن طارق عن نوسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مثى الورس والزعفران من الثياب والتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معخرا أو حزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدت بن سليمان ومحمد بن سلم إلى قوله وما مثى الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرى ما بعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القرى فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسى فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبته المحرم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول السراويل لمن لا يجد الإذار والخف لمن لا يجد النعلي قال أبو داود هذا حديث أهل مكسة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف حدثنا الحسين بن الجنيز الدانغاني حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقافي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحا قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يسمع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرم ثم حدثته صفية بنت أبي عبي أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص بالنساء في الحفير فترك ذلك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحا قال سمعتني البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال الفراب بما فيه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قال كان مقدان يمعون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثت قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة ودلالا وأحدهما أحد بخطان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء وطاول عن ابن عباث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرم عن ابن عباث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قسادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على غهر القدم من وجع كان به قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قسادة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عيوب بن موسى عن عبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما قال اضمدهما بالقبر فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيد بن وهب بهذا الحديث حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن غيذ بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مصرم اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصر فوجده يغسل بين القرنين وهو يشتر بثوب قال فسلمت عليه قال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على ثوب فتقطأه حتى بدى برأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عثان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بن تشيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عثان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح حدثنا قطيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد عن مطر ويعل بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأطم ابن أخي ميمونة عن ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسره حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكر عن ابن عبانس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباث في تزويج ميمونة وهو محرم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عييم عن الزهري عن ثالث عن أبيه شئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرب العقرب والفأرة والحجأة والغراب والكلب العفور حدثنا علي ابو بحر حدثنا حاتم ابو اسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعطاع بن حكيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحوم الحية والعقرب والحجأة والفأرة والكلب العفور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشين حدثنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويتقة ويرمي الغرابة ولا يقتله والكلب العقور والحذأة والسبع العاد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطوير عن إسحاق ابن عبد الله بن الحارس عن عبي وكان الحارس خليفة عثمان على الطائق فصنع العثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال فبعت إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لآباع عليه فجاءه وهو ينقض الخبط عن يده فقال له كن فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال علي رضي الله عنه أن شدوا الله من كانها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل فمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن خيث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عبد صيد فلم يقبل وقال إنا حرم قال حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمر عن المطلب عن جاذر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تفيدوه أو يصد لكم قال أبو جاود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحاب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله السيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنطار عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فسوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم ربحه فأبوا فأخذه ثم شجع على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعم كموها الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر حدثنا مفدد حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو من صيد البحر سمعت أبا داود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن شعب قال الجراد من صيد البحر حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديدية فقال قد آذاك هوام رأتك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم ادبح شاثا نتكا أو ثم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آطع من تمر على ستة متاكين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود عن الشعب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إن شئت فانسك نتيكة وإن شئت فقم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آطع من تمر لستة متاكين حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوفاة وحدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن شعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديدية فذكر القصة قال أمعك دم قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آطع من تمر على ستة متاكين بين كل نسكينين صاع حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليسوا عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبر عن شعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأيه ألا فحلقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقور حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن شعب ابن عجرة قارد أصابني هوام في رأتي وأنا معرف لله صلى الله عليه وسلم عام الحديدية حتى تخوفت على بطري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأته الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احيق رأتك وصم ثلاثة أيام أو أقعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شافا فحلقت رأتي ثم نفك حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة في هذه القصة زادة أي ذلك فعلت أجزأ عنك حدثنا مستدد حدثنا يحيى عن حجاج الصوار حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكريمة قال سنعبد الحجاج بن عمر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكريمة سألت ابن عباس وأباه عيرة عن ذلك فقال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكريمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه قال سلمة بن شبيل قال أنبأنا معمر حدثنا النسيدي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الخنيرية يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن زبير في مكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرب فنحرت الهدي مكاني ثم أحملت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدل الهدي الذي نحر عام الحذيبية في عمرة القضاء حدثنا محمد بن عبي حدثنا حمد بن زيد عن أيوب أن ابن عمر كان إلى قدم مكة بات به قوا حتى يصبح ويغتثل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل حدثنا عبد الله بن جعفر من البرمكي حدثنا معن عن مالك وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن ناك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العلو قالا عن يحيا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطأ ويخرج من الثنية السفلى زاد المرمكي يعني ثنيتي مكة وحديث مسدد أتم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن ناك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرر حدثنا هارور بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كداء قال وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما كان يدخل من كداء وكان أقربهما إلى ننزل حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عبيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسرها حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة قال سنعت أبا خزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جاجر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يضيه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن سكين حدثنا ثابت للبنان عن عبد الله بن رباح للأنصر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وطلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهد بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قالا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفر فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه قال والأنصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يذكره حدثنا محمد بن كافير أخبرنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن عابت بن ربيع عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حدثنا أبو الوليد الضيارسي حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على القواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواب عن نافا عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمان والحجر في كل قوفة قال وكان عبد الله بن عمر يفعل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عطف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن حدثنا مصرف بن عمر اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي سور عن صفية بنت شيبة قالت لما طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عاما فتفاق على بعير يستلم الركن بن حجن في يده قالت وأنا أنظر إليه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قالت حدثنا أبو عاطم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفى والمروة فضاف تبعا على راحلته حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جرين أخبرني أبو الزبير أنه سنع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفى والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكل فطاف على راحلته كلما أتى على ركن استلم الركن بمحجن ولما فرغ من طوافه أناخف صلى ركعتين حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن زبير عن ذينب بنت أبي سلم عن أم سلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكت فقال طوفي من وراء الناس وأنت راتبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بطور وكتاب مصطور حدثنا محمد بن كثير أخبرنا قخيان عن ابن جريت عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أسطر حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خذين عن تعيد بن جبيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجارانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي طفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذب قلت وما صدقوا وما كذب قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بثنة إن قريشا قال الزمن الحديدي دعوا محمدا وأطحابه حتى يموتوا موتا مغر فلما صالحوه على أن يجيءوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيط عان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثة وليس بثنة كنت يجعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفى والمروة على بعيره وأن ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذب قال صدقوا أطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروة على بعيره وكذبوا ليس بثنة كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرحون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديه حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يسر فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواق الثلالة وأن يمشوا بين الرخنين فلما رعوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلزوا منهم قال المعباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواق كلها إلا إبقاء عليهم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك أعمر حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرمضان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأثله مع ذلك لا ندع حيئة كنا نفعله على عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي ذياذ عن القاسم عن عكشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفى والمروة ورم الجمار لإقامة ذكر الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن ابن كثيم عن أبي طفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ طبع فاستلم وتبر ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليمني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان قال ابن عباس فكانت تن حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا حماد أصبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة حدثنا أبو كامل حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله عن نافا أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبي عن عبد الله بن السائد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حدثنا قسيرة بن سعيد حدثنا يأقوب عن موسى بعقبة عن نافا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاث في الحج والعمر أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتي حدثنا ابن السرح والفضل ابن يعقوب وهذا لفضه قال حدثنا سفيان عن عبد زبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد منا لا تمنع أحدا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريت قال أخبرني ابو زبير قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفى والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول حدثنا أصيبة بن سعيد حدثنا مارك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رمو الجنب حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفى والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياذ عن مجاه عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسنا ثياذا وكانت داري على الطريق فلأنظرنا كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأطحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا جبر الكعبة قلت ألا تتعول قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى سلم الحجرة وأقام بين الرقم والباب فوضع قدره وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله بن السائب عن حبيه أنه كان يقود بن عباس فيقيمه عند الشقة ثالثة مما يلي العكم الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس قن بيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة وحدثنا ابن سرح حدثنا ابن وهو عن مالك عن هشام بن عروة عن حبيه أنه قال قلت بعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الطفا والمروة من شعائر الله فما قرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فراف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعب قال لا حدثنا سميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث ذات ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسة حدثنا النفيري حدثنا زهير حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جهما أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أفعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير حدثنا عبد الله بن محمد النفيري وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيئة قالوا حدثنا حاكم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأتي فنزع زر الأعلى ثم ندع زر الأسفل ثم وضع كفه بين في الدين وأنا يومئذ غلام شاف فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سلع ما شئ فسأل وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغيرها فصل بنا ولداؤه إلى جنبه على المشجب فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقذ تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أثناء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستغفري بثوب وأحرم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشر وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلسه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهيون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمر حتى إذا أتينا البيت معه استلم أكنا فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أبي يقول قال ابن فين وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين لقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الطفا فلما دنى من الطفا قرأ إن الطفا والمروة من شعائل الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالطفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزر الأحجاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه رمل في بطن الوادي حتى إذا فعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمره فحل الناس كلهم وقفروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فقام تراقة النجوع فقال يا رفول الله ألعاننا هذا أم بالأبد فشبك رفول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حله ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت أنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا فقالت أبي فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستثمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرطت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحلل قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به عديا من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي قال فلما كان يوم التروية فوجهوا إلى منا أهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصب ثم مكت قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كان القريح تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فركب حتى أتى غطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دماؤنا دم قال عثمان دم ابن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيني وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوعا كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائدون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأزيت ونصحت ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أزن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العطرة ولم يصد بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف وجعل بطناقته القصواء إلى الثخرات وجعل حفل المشاف بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأتها ليحيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى أستكينة أيها الناس أستكينة أيها الناس كلما أتى حبلا من الخبال أرقى لها قبيلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع ذونا المجرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قال عثمان ولم يتدخ بينهما شيئا ثم اتفقوا ثم اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصب قال سليمان بنداء وإقامة ثم اتفقوا ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه قال عثمان وسليمان فسقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله زاد عثمان ووحده فلم نزل واقفا حتى أكثر جدا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حتى الشعر أبيضا وثيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعر يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وطرف الفضل وجهه إلى الشفق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشفق وصرف الفضل وجهه إلى الشف الآخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا ثم انتلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حطيات يكبر مع كل حطات منها بمثل حط الخلف فرمان بطن الوادي ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر علي فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هدية ثم أمر من كل بدنة لبطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلان لحمها وشربان مرقها قال سليمان ثم ركب ثم أطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهرة ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انتعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على ثقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه حدثنا عبد الله بمسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقافي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعطر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما قال عبد داود هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم بن إسماعيل على إثناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال فصل المغرب والعطرة بأذان وإقامة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبيه عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف حدثنا مسدد حدثنا حقص بنغيات عن جعفر بإثناده ذات فانحروا في رحالكم حدثنا يعطوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر حدثني أبيه عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم من صلى قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيهاي كافرون وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم نذكره جابر فذهبت محرشا وذكرت قصة فاطمة رضي الله عنها حدثنا هنال عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عائشة قال كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمو وكان سائر العرب يقفون بعرفة قال فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حدثنا زخير بن حرب حدثنا الأحوص بن جواب الضبي حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمى عن الحكم عن مقتم عن ابن عباث قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنا حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنسى بن مالك قلت أخذرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية فقال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفق قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل عمر حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا حين طلت صبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمر وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صليات الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعطل ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشم قال أزاغت قالوا لم تزغ أو زاغت قال فلما قالوا قد زاغت ارتحه حدثنا هنال عن ابن أبي زائدة حدثنا سفيان ابن عيينة عن غيد بن أسلم عن رجل من بني ضمع عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة حدثنا عبد الله بن جاود عن سلمة ابن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يفضل حدثنا هنال ابن السري وعثنان ابن أبي شيبة قالا حدثنا وقيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء ابن خالد ابن هودة قال حدثني خالد ابن العداء ابن هودة قال عيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين قال أبو جاود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هنال حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد أبو عمر عن العداء ابن خالد بمعنى حدثنا ابن فيل حدثنا سفيان عن عمر يعني ابن دينار عن عمر بن عبد الله بن فطوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمر عن الإمام قال أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم طفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثنا وهو بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مجتم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخير والإبل قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وهب ثم أردقى الفضل بن العباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخير والإبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى مين حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث ذهير حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريم أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي ينيح الناس فيه للمعرّف فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بان وما قال زهير أحراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالع جدا قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغربة ثم أناس الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحهم قال رجفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن غيد بن علي عن عبيد عن عبيد الله بن أبي راقع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعمق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا ينتفت إليهم ويقول أستكينة أيها الناس ودفع حين غابة الشن حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عبيد أنه قال ثم إلى أسامة بن زيد وأنا جالد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنع فإذا وجد حجوة النص قال إشام النص فوق العنع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن ثريب مولى عبد الله بن عباد عن أسامة قال كنت رفع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن ثريب مولى عبد الله بن عباد عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رحول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامه فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناس كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعنى وقال بإقامة إقامة جمع بينهما قال أحمد قال وفيع صلى كل صلاة بإقامة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابه وحدثنا محمد بن خالد المعنى أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعنى قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادف الأولى ولم يسبح على إسر واحدة منهما قال محمد لم ينادف واحدة منهما حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاء عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وقال له مالك بن الحارث ما هادج الصلاة قال صليتهما مع رحول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا إسحاء يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاء عن تعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنا حديث بن كثير حدثنا ابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاء عن تعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين فلما انفر فقال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى الإشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوى حدثنا أشعة بن سليم عن أبيه قال أفضلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهيل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى من العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه قال وأخضرني علاج ابن عمر بنثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رفول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى ثلاث الصبت من الغد قبل وقتها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال فلما أطبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم حدثنا مسدد حدثنا حفظ بن غيات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل منا منحر وكل المزدفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال قال عمر بن الخطار كان أهل الجاهلية لا يخيضون حتى يروا الشمس على تبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طبوع الشمس حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا من من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدرفة في ضعفة أهله حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدرفة وغيرمت بني عبد المطلب على أمرات فجعل ينطخ أفخاذنا ويقول أبي لي لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو داود اللطف الضرب الليل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلث ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاة يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن عائشة أنها قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها حدثنا محمد بن خلاد الباهري حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أثناء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قال إنا كنا نصنع هذا على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو زبيع عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حق الحذ وأوضع في وادي محذر حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا هشام يعني ابن الغاز حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجت فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم حدثنا شعيب عن الزهري حدثني قميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة فقال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بميناء أن لا يحج بعض العام مشرك ولا يقوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج حدثنا مستد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرب في حجته فقال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهر منها أربعة حرب ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب السخياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو جاود سماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث حدثنا محمد بن كثير حدثنا سخيان حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الزيلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حج أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليك ومن تأخر فلا اثم عليك قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد من قطان عن سفيان قال الحج مرة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني أروة بن مدرس الطائق قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حب إلا وقفت عليه تهلي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفا قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفت حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم القيمي عن عبد الرحمن بن معاه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنا ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا إذن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريف ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصير حدثتني ججة سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا قلنا الله ورحوله أعمى قال أليس أوسط أيام التشريف قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريف حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عشر حدثني الهرماس بن زيازن الباهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العطباء يوم الأضحى حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت قطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يوم حدثنا عقل وهاد بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن بلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمر المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنا فين ارتفع الطحى على فخلة شحفاء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد عن حميد الأعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذن التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا وطفق يعلمهم مناسفهم حتى بلغ الجمار ووضع أصبعيه الزبابتين ثم قال بحفى الحذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيا عن ابن جريج حدثني حريث أو أبو حريث الشك من يحيا أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحجنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بننا وظل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نميع وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إسأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منه من أجل ثقايته فأذن له حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفى ابن عيات حدثاه وحديث أبي معاوية أسم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنا أربعة فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أسمها زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلواجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخ أن عبد الله صلى أربعة قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة قال الخلاف شرحة حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنا أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج حدثنا هناب بن السري عن أبي الأحوث عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وقنا حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا إذن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذ به الأئمة بعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عثمان أسمى الصلاة بمنا من أجل الأعراب لأنهم كفروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهبن الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا والناس أكثر ما كان فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع قال أبو داود حارثة بن خزاعة ودارهم بمكة حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثني علي بن مسهر عن يديد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمر بن الأحوى عن أمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راتب يكبر مع كل حفات ورجل من خلفه يسجره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباد وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يكتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزة حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهو بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمر بن الأحوى عن أمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى نا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث ولم يقم عندها حدثنا القاعنبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافة عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في أيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبيع سمع تجادر ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناتككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاذر ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر فأما بعد ذلك فبعد دوال الشم حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وحدثنا سفيان عن مصعر عن وبرت قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمام فرمي فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين دوال الشم فإذا ذالت الشمس رمينا حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين طل الظهر ثم رجع إلى مينة فمكت بها ليالي أيام التشريح يرمي الجمرة إذا ذالت الشمس كل جمرة لسبح حصيات يكبر مع كل حصار ويقف عند الأولى والثانية فيقيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها حدثنا حقف بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن مساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنذلت عليه سورة البقرة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن السرش أخبرنا ابن وهو أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاطم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبن في البيتوتة يرمون يوم النفر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عزيز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا قالب بن الحارث حدثنا شعبة عن قسادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عبادة عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسف أو بسبب حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء قال أبو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع حدثنا القعنبي عن نالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين حدثنا قتيبا حدثنا يعقوب يعني استندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأته في حجة الوداع حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حقص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحن ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشك رأسه الأيمن فحرقه فجعل يأتم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشك رأسه الأيسر فحرقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة حدثنا عبيد بن هشام الأبو نعيم الحلب وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا تسيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بشك الأيمن حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد عن عكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منه فيقول لا حرج فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال إني أمسيت ولم أرمي قال ارمي ولا حرج حدثنا محمد بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير حدثنا أبو يعقوب البغداد ثقة حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبيع بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن يزير ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن أكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحجح حدثنا هناد بن السريج عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوث عن أبي عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفل وبر وبرأت دبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينتيحب الحجة والمحرم حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكر قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها المكر فقالت يا رسول الله إن امرأة أكبرت وتقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجة قال عمرة في رمضان يجزئ حجة حدثنا محمد بن عوفن الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أم معقل الأسد أسد خزيمة حدثني يوسف بن عبد الله بن سلالة عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأقابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرج معنا قالت لقد تهيئنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهل لا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ ما تذكي هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي ما أحجك عليك قال أحجني على جملك كلانا قال ذاك حبيث في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قال أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليك قالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيث في سبيل الله فقال أما إنك لو أحججتها عليك كان في سبيل الله قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعلم حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعجل حجة معي يعني عمرة في رمضان حدثنا عبد الأعلى بن حمد حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال حدثنا النفيري حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الودا حدثنا النفيري وكتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العبار عن عمر بن دينار عن عكرم عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديدية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل والثالثة من الجعران والرابعة التي قرن مع حجته حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته قال أبو داود أقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أبطع عمرة زمن الحديدية أو من الحديدية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته حدثنا عبد الأهل بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ماهة عن حصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا أبطت بها من الأكمة فالتحرم فإنها عمرة متقبلة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أزيد عن محرش لكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرمه ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرثه حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كباب حدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغام في عمرة القضاء ثلاثة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم طل الظهر بمنا يا عمي راجع حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قالا حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي وعن أمه زينب بنت أبي سلم عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم نحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أميه متقمصين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوهب هل أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع طاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أنتيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت فرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم شكرا 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 اشتركوا في القناة